في الأسبوع الرابع لهذه الحرب الدائرة تقدمت بولندا بهذا المقترح والذي يقضي بإرسال قوات حفظ السلام الدولية هل من وجهة نظرك هذا الوقت المناسب لتقديم مثل هذا المقترح وألا يحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف أولا قبل الشروع في طرحه مساء الخير لك ولي ضيفك الكريم ولي المشاهدين من الطبيعي أنه أي قرار أو مقترح يقدم لأي جهة أممية أو دولية الآن يجب أن يمتلك شروط نجاحه أو الحد الأدنى من شروط نجاحه أو تحقيقه أو إمكانية تحقيقه لكي يتقدم به الطرف الراغب بذلك ولكن بولندا منذ بداية الأزمة ونحن نرى أنها صاحبة كما يقال هي صاحبة العرس يعني تتحرك بدبلوماسية نشطة وبتصعيد وبحرب إعلامية وبمواقف كثيرة وهي لديها مبررات لذلك لأنها هي أكثر حاليا من يتحمل عبء اللاجئين والخطر الداهم لأنها على حدود الغربية لأوكرانيا يعني تتحمل أيضا عبء كبير فأعتقد أن هذا يدفعها لتقديم الكثير من المقترحات وأن لم تكن قد تشعر أنها تمتلك شروط النضج في وقته وخاصة في التوقيت وفي الظروف الملائمة لتقديم أي قرار وخاصة أن قوات حفظ السلام لا تدخل إلا أي جغرافية ألا بعد أن تكون تحققت شروط كثيرة وإلا كيف نقول بعد تحقيق واتفاقية سلام يعني بعد أن يكون جلست الأطراف على الطاولة وحققت تقدم أو سجلت حد أدنى من اتفاقية أو توافق على هدنة على سلام وتأتي قوات حفظ السلام لضمان تنفيذ شروط هذه الاتفاقية وأيضا تساعد في الحروب من ناحية في شؤون كثيرة طبية وصحية وتدريبية ونزع الغاملية يعني لديها مهام كثيرة فأعتقد من المبكر جدا وأن كان لا يمنع أن يكون هناك مخترحات لتهيئة يعني ربما يكون هذا الشيء يساعد في تهيئة ظروف دخول قوات السلام عندما يكون الوقت مناسبا